السادس خروج دم النفاس نعم الحيض والنفاس حكمهما واحد غالبا فإذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل لكن في الذمة إذا طهرت من الحيض لكن خروج دم الحيض معناها آه يجب عليك الغسل الحين قلت لا لأ لما تطهرين من الحيض لكن خروج دم الحيض معناها صار الغسل في ذمتك كذلك الأمر بالنسبة للنفاس خروج دم النفاس لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم القيصرية الآن القيصرية ما يأخذ دم من الفرج يفتحون البطن يطلعون هذه ما عليها غسل ما عليها غسل وليس عليها نفاس طيب لكن إذا خرج من مخرج العادي طيب الولد فهنا إذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الأصل لكن لو فرض أنه ولد ولد وما طلعت ولنك طد الدم ما عليها غسل لأن الغسل مرتبط بالدم الغسل مرتبط بالدم فخرج دم الحيض خرج دم النفاس معناته في غسل في الدم متى طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل نعم ترجمة نانسي قنقر